يعطيكم العافية للأسف للأسف نحن اليوم أمام مشهد بيعكس بوضوح تناقض واضح بمواقف بعض الكتل واللي بتأكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية تانية بتقاطع جلسة فيها أوانين بغاية من الأهمية والضرورة وبالتالي هذا الأمر اللي مش مفهوم مش لألنا للرأي العام اللبناني لأعطى فئة لها أولئك النواب حتى يقوموا بالأضايا التشريعية الضرورية للأسف أيضا نفسه نفس هذه الكتل بمرحلة لجأت إلى المجلس الدشتوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري كان واضح بأنه مجلس النواب يستطيع القيام بكل أعمال التشريع ومع هذا وكله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس رأى هذه المسألة اشتغل على موضوع الحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا وكله ما حدا أو متجاوبوا مع هذا الأمر هذه مسألة مرتبطة بشكل أو بآخر بمنطقة تعطيل تعطيل المؤسسات إضعاف الدولة مزيد منها الانهيار ويشبه تماما هذا التعطيل اللي صار برئاسة الجمهورية نتيجة الإسرار على عدم الحوار الحوار اللي كان وحده وما زال بشكل القاسم الوحيد اللي بنقدر من خلاله نوصل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأنه توازنات المجلس كنا نعرفها ولأنه نحنا كنا مقدرين خطورة أن نبقى إلى مرحلة طويلة بفراغ رئاسة رئيس المجلس دولة الرئيس بري دعا من أكتر من 8 شهر تعاوية عملة حتى نلتقى ونتحاور للأسف هداك المشهد بيشبه مشهد اليوم أيضا مزيد من التعطيل والدفع باتجاه إضعاف وأنهيار المؤسسات بالبلغة يعني ياريت هدا الحكي نحكى بالليجان اللي درست هدا السندوق واللي نفسه هؤلاء كانوا عم بيأكدوا على أهمية إصدار مثل هدا السندوق لمواكبة العمليات اللي بدأت بلش الأسبوع المقبل هدا منطق تبريري منطق تبريري كان بيقدر أي نائب عنده رأي بتأجيل هدا الأمر يعبر عنه بداخل الجلسة هالسؤال كيف تقرد يعني تغيب الطيار الوطني الحر وهدا ما بنائد المناخ الإجابة يلي نحكى فيه بالحوار مع حزب الله وقيل أن الرئيس بري نحنا عم نحكي عن مسارين مختلفين هدا موضوع نحنا حريصين على استمراره مش بس بين الحزب والتيار بين كل المكونات اللبنانية تلتقى مع بعض البعض هدا أمر نحنا بنشجعه بنمدعمه بنراهن عليه مستقبلا لتحصين الوضع الداخلي لكن المسار هيدا لا له علاقة بالتشريع الرئيس بريت بصمم تصمم المعارضة ورفضوا أي حوار مع السناج هدا موقفهم هدا للأسف موقف بدل على رغبة بنحر ويمكن انتحار سياسي نحنا بالنسبة لأننا عم نتعاطى بإيجابية يمكن يكون في عنا ملاحظات لكن الأولوية بالنسبة لأنها هي موضوع الجوهر هي لقاء اللبنانيين تحاورهم مع بعض البعض تفاهمهم على